طيب نبدأ الحلقة الحقيقة بالكلام عن منتخب مصر طبعا يعني حضراتكم عارفين طبعا ومتابعين الموقف والتطورات في الفترة الأخيرة استقدام اتحاد الكورة لكارلوس كيروش البرتغالي عشان يتولى مسؤولية الإدارة الفنية المنتخب وإحنا اتكلمنا على التحديات اللي بتقابل الراجل في الفترة اللي جاي وخصوصا أنه بعيد ومش متابع يعني بالتأكيد واتكلمنا وقلنا أنه الجهاز الفني كابتن ضيا وكابتن شوقي هيوفره الراجل بداياتا طبعا مطشاط المنتخب هيتفرج هيشوف فيديوهات هيتابع لعيبة لكن في النهاية كمدير فني مش هيقدر يكون فكرة كاملة على الأقل وانت بتتكلم على فترة معسكر عشر تيام أقل يمكن من عشر تيام قبل مطشين في منتهى منتهى الأهمية وأرجوكم أنه محدش يستهين بمنتخب ليبيا منتخب ليبيا منتخب محترم جدا وبداياتا فيه لعيبة على مستوى علي جدا منهم لعيبة أنا شخصيا اتمنيت أن هما ينضموا لنادي الأهلي فترة من الفترات وقدموا مردود كواس جدا مع العنديل اللي هما بيلعبوا بيها مش عايزة ضخم منتخب ليبيا قوي لكن ظروف المطشين دول كمان حطونا في موقف صعب لأنه ليبيا النهاردة متصدرة تعطلها المصر تعطلها المصر في مباراة من المباراتين مباراة واحدة بس يعني تحقيق المنتخب الليبي لمكسف في مباراة واحدة من المطشين اللي هتجمعهم بمنتخب المصري في بداية شهر عشرة نلعب تسعة واثناشر تقريبا يرجح قوي من فرصها في صدارة المجموعة ليه؟ أنت ما قدامكش بديل غير أنك أنت اللي تعطل وتركب الصدارة في المطشين دول تحديد يعني ليبيا النهاردة ستة وإنت أربعة فبالتالي أنت مش في حمل أنك تخسر قدام ليبيا لأنك حتى لو كسبت المباراة تانية أو يعني لو خسرت المباراة تانية هتفضل ليبيا عندها فرص أو عندها أفضلية أحسن منك وبالتالي المطشين في منطقة الأهمية ومنطقة الصعوبة وخصوصا مع تغيير الجهاز الفني ده ممكن يكون واحدة من السلبيات عامل الوقت مش في صلاحنا الراجل تغيير الجهاز الفني ممكن مش في صلاحنا لكن النقطة الإيجابية أن الراجل جاي يمدي جريل لايت كده لكل اللعيبة أنه فرصة تبتدي من أوله جديد هنبدأ نقطة من أول السطر الوجوه اللي كانت موجودة في المنتخب وأنا الحقيقة بشوفها أمشة محترمة جدا لكنها مش أمشة الوحيدة المتاحة أنا شايف فيه لعبين كتير جدا وده مش رأيي ده رأي كتير من الخبراء وكتير من جمهور الكرة في مصر إن المنتخب كان فيه وجوه تستحق إنها تكون موجودة حتى ولو ما لعبتش بشكل أساسي في أوقات كتيرة جدا لما البديل بيبقى مصدر تهديد حقيقي اللعيب الأساسي ده دافع كبير جدا للإتنين أنه هم يتغروا مستواه وإنه محدش يبقى ضمن مكانه في المنتخب ده حاجة كواسة جدا تبسطنا كمصريين وتسهل من مهمة الجهاز الفني وهو بيدير المرحلة اللي في منتهى الحساسية والحرج بداياتا نراجل فتح الخطوط لكل المحترفين يعني خلينا أقوله حضراتكم القايمة وحضراتكم الحمد لله برضو يعني اللي امتبعنا على شاشة الأهلي وفي السادسة عارفين أنه مصر خلاص ما بقيتش ريت زون وبالتالي دخول وخروج اللعيبة اللي بتلعب في الدولة الإنجليزية ما بقاش قزمة بالنسبة للجهاز الفني المنتخب اللعيبة اللي هتنضم فيه المعسكر اللي هتبتدي يوم تمانية عشرين واللي هنخذ فيه مباراة والديما على يبيريا إن شاء الله هتكون محمد صلاح من ليفر بول أحمد حجازي من اتحاد جدة كوكا من كونيا سبور التركي النيني طبعا من أرسل الإنجليزي تقرر استدعاء مصطفى محمد وأنا تمنى أنها تكون بداية جديدة للمصطفى لأنه الحقيقة تقدر تبني عليه في السنين اللي جاية كتير بس مصطفى محتاج يتطور على المستوى الخاص بضبط النفس أنت لعب محترف بتلعب في دولة مش قليل بتلعب في نادي من أكبر أندي التركية ومن الورد جدا أن نحن نشوفك في خلال السنة أو السنتين اللي جايين بتلعب في حتى أفضل وفي دوري أقوى وبالتالي محتاج شوية تشتغل على العقلية هتقابلك موقف كتير جدا صعبة المواجهات الدولية هتلاقي استفزاز كتير جدا ضغوط كتير جدا من حكام من جمهور من لعبة بتلعب معك في نفس الملعب وبالتالي مصطفى محتاج القريبين منه يساعدوه على حالة نضج أو يوصل لمرحلة نضج وأعتقد أنه مستقبله هيكون كبير جدا عندنا كمان سام مورسي من إبسويتش الإنجليزي هينضم طبعا في بلاعب في الدولي درجة الأولى عندنا عمر مرموش الاسم اللي اسمعنا عليه كتير وإحنا كنا قدمناه لحضراتكم في السادسة يمكن قبل ما حد يتكلم عليه في مصر عمر مرموش طبعا واحد من مهاجمش توتجرت الألماني وبرضو الحقيقة إضافة قوية للمنتخب أحمد ياسر ريان من ألتايس بور التركي هينضموا للمنتخب يعني تتكلم تقريبا على 50% محترفين بينضموا للقايمة لأول مرة اللي عايز أقوله بقى أنه كمان على المستوى المحلي وأتمنى أنه الرسالة تبقى وصلة لكابتن دياء السيد أنه في لعيبة كتير يا كابتن دياء تستحق أنها تكون موجودة على أقل تأدير عشان تاخد فرصتها في تقييم مستر كيروس في الفترة اللي جاي يعني الحقيقة الموسم ده أفرز عدد من اللاعبين اللي تستحق أنها تكون موجودة في معسكر المنتخب على أقل تأدير حتى لو مش هيكونوا مشاركين في مطشط ليبيا زهابا وقيابا يبقى الراجل عنده القدرة على متابعتهم وتقييمهم في معسكر المنتخب لأنه وارد جدا الأسماء دي تكون موجودة في فترات جاية أو في مراحل جاية من المنتخب وبالتالي التغيير بتاع الجهاز الفني يصب في مصلحة اللاعبين اللي بقت قدامهم المساحة أو قدامهم الفرصة أن هم يكونوا موجودين مع منتخب مصر